تقارير فعلا إنساني دون انحياز كتب ببراعة شديدة محمد فتح يونس اخرجه بمنتقى البراعة عبدالله صبري قرأه بصوت واداء عالمي أحمد أشرف زميل العزيز أحمد أشرف بالمناسبة لما بعد اسمع صوته بحس ان انا قاعد عمال باسمع الاداء بتاع اللي عارف انت الإزاعات الأوروبية الدولية العالمية الناطقة باللغة العربية فعشان كده انا حب اوصفه بانه الأداء الصوت العالمي أحمد أشرف وانا بتفرج على ده طبعا كان بالنسبة لي لفت للنظر جدا 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 الأجزاء بتاعة طه حسين قاهر الظلام وطبعا أداء أحمد زاكي حتى في أداءه الصوتي بس لانا عايز أقولك ايه قوة الدراما في رأي لا تضاهيها قوة في وسط القوة الناعمة قاهر الظلام أحمد زاكي المسلسل نفسه بطبيعة الحال يؤثر على الكثيرين على الآلاف على العشرات من الآلاف مئات آلاف ملايين بس أثر على العبد لله أيما تأثير أنا أدخل عمري كنت دايما أسمع المسلسل ده طلع أنا كنت عادة صغير جدا فبالتأكيد عارفين الدكتور طاع حسين الاسم الكبير العظيم المفكر الكبير الدكتور طاع حسين لكن لما تقعد تتفرج وأنا نفسي بجد أن احنا نعيد يعني بث هذا المسلسل مرة تانية عن الدكتور طاع حسين لأنه ده كان سبب أعتقد أول ورئيسي وأقوى في أن أنا أنجذب للدكتور طاع حسين انجذبت لو صح القول هو فعلا انجذب المجاذيب أنا بقيت حالة من أن أنا متيم بطاع حسين بمشواره بمؤلفاته وفضلت أقرى فيها حتى هذا العمر بعد أن أتممت السبعة واربعين سنة لدرجة أن أنا بقيت بدور حتى على لقاءات تليفزيونية وبالطبع حديث الأربعاء الشهير للدكتور طاع حسين عشان أسمع صوته خد بالك ويمكن حضرتك سمعت صوته في فيلم دعاء الكروان لأنه صاحب الصوت الأخير في هذا الفيلم هو الدكتور طاع حسين بذات نفسه فلما يبقى فيه عندي دراما محكمة رائعة بهذا الشكل هي مؤسرة إلى أبعد الحدود أنت متخيل لو إحنا هتمينا جدا بقى بالدراما بتاعتنا إلى هذا الحد وبدأنا نعمل دراما الأعلام الفكرية المصرية إحنا هنعمل إيه في الأجيال الجاية تخيل لما نعمل حاجة على السيد ستوفيق الحكيم إحسان عبد القدوس الدكتور يوسف إدريس محمود أمين العالم بص أنا لو قعدت قلت أسماء السنة هتخلص وأنا لسه مخلصتش أسماء المفكرين والمبدعين المصريين اللي أثروا في كل الجموع العربية من المغرب لحد العراق استحالة وطبيعي جدا أنه حد زي أحمد زكي وصل لك هذا الإحساس وهذه الصورة لأنه أحمد زكي الله يرحمه يا رب كان دايما يقول على نفسه أنا مشخصاتي هو كان عنده قدرة مذهلة غريبة على أنه يلبس الشخصية عارف الملبوس المصحور فأنت تقعد تتفرج على طه حسين أيوة ما أقرب سامح أنت هنا ما أقرب طه حسين الحقيقي إلى الشخصية اللي تتفرج عليها في المسلسل يا رجل وهو بيقول جزء من الشخصية بصوته يعني بيتكلم بيسرد باعتباره هو طه حسين أنت بتسمع تقريبا نفس رنة الصوت والأداء بتاع الدكتور طه حسين حاجة غريبة جدا بالمناسبة يعني شيء الحقيقة مزهل مزهل لدرجة غير طبيعية يعني رحم الله أحمد زكي أحمد زكي الحقيقة يعني فعلا كان عنده قدرة تشخيص غير مسبوك غير مسبوك يعني لا أظن أن في حد يعرف يشخص زي أحمد زكي طبعا ده لا يعني أنه كباراتنا يعني زي محمود عبد العزيز ومحمود ياسين ونور الشريف بالمناسبة لا أهو الناس دي بصراحة مخيفة مخيفة لعزك تتفرج ده بإني قلت نور الشريف تتفرج على نور الشريف في فيلم لم يأخذ مصيبا وافرا من النجاح فيلم اسمه قلب الليل لأ مش من النجاح من الانتشار قلب الليل ده بقى نور الشريف والأستاذة محسنة توفيق وفريد شوقي لا 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 ده فيلم غريب وفيلم على جدليات فكرية وحاجات زي كده أنا أحط ما بين قصير الأستاذ عبد العزيز مخيون كمان عشان أنا أحبه جدا جدا برضو واحد من الناس أصحاب الأداءات المزهلة أنا مش عارف أنا هنسى أقول إيه بصوا أنا مش عايزة أنسى حد بس بجد حقيقي مصر عندها قامات في التمثيل أحلى وأهم وأكبر وأقوى من اللي موجود في أمريكا بكتير احنا مشكلتنا بس في أن احنا مش سينما الإبهار أنا من الناس اللي تشوف أن احنا أقرب للسينما الأوروبية منها للسينما الأمريكية احنا مش سينما الإبهار احنا سينما أفكار وفلسفة لما بنحب كترولنا والنبي من سينما الأفكار وفلسفة وكترولنا والنبي من الدراما بتاعة أعلام مصر والنبي